أهلا بكل حضراتكم من جديد عايز أقول لكم إن مواجهة الغد إن شاء الله بين النادي الأهلي وباين ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية دي أول مباراة رسمية لفريق مصري مع فريق أوروبي على الإطلاق بمعنى إن عبر التاريخ أي مباراة سابقة لأي فريق مصري ضد أي فريق أوروبي كانت دايماً بتكون في إطار المباراة الودية طبعاً الأهلي عنده العديد من المباراة الودية مع الفرق الأوروبية المختلفة وكان لي قبل كده مواجهتين مع الباين ميونيخ واحدة كانت سنة 77 والتانية كانت سنة 2012 طبعاً هنتكلم عن نستالجة لأهلي في المباراة مع الفرق الأوروبية وطبعاً ما قلنا كلمة نستالجة بقى مين أحسن حد في الدنيا يكلمنا عن تفاصيل النستالجة غير الأستاذ محمد صادق وهو مدير مؤسسة الأرشيف العربي صباحاً لفل على حضرتك صباحاً خلاص الكريم شكراً جداً للمقدمة الجميل لدي ربنا يا خديق فلو أنا مجاهز نفسي للاستمتاع بذكريات حلوة وملاحظاتك التي لا تخذ من طرائف ومواجهات الأهلي تعالي نبتدي مع الأهلي وباين ميونيخ 77 و2014 إحنا برضو عايزين بسم الله الرحمن الرحيم نقول بساً إن اللقاطب ديها كبيرة جداً وكان من رئيب إحنا شوفنا هنا على الشاشة مجموعة كبيرة بس أهم المبارات العالمية لكن ده فيه أكثر من خمسين مباراة تانية أو خمسة وخمسين أو ستين مباراة تانية تجمع من الأهلي وفلاء كبيرة عالمية كان بتيجي برضو مصر وبتيعملتش حبية من العشرينات والتلاتينات والأربعينات والخمسات الهاتف دلوقتي في فرق يتعرض دلوقتي بتاع حوالي خمسة وعشرين لقاء لكن ده في التعالي خمسين ستين لقاء إن شاء الله أنا ما نجيبهم تانية نتشوفهم القرن موجودين لكن إحنا مش هنقول للبقى ديها بس عشان هو الحدث اليوم لكن إحنا نقدر نقول إن جايبين نهاردة نبزة أو جايبين بعض الظهور من الجزيرة الورد كلها إن في مثلا حنجيب بعد كده أول لقاء أنا شديني كان في 1958 وكان فرقة ألمانيا جاية مصر المنتخب جايين يلعبوا مصر شمتوش أبوضي لعبوا عمين مع النادي الأهلي النادي 1358 عمل مباراة وحنشوفها سلطين دلوقتي همهمين جدا الأهلي لعب منتخب ألمانيا على ملعب التيتش كان لسا أستاذ القاهرة ما فتحش إن أستاذ القاهرة ستين فالأهلي لعب وجابوا صورة جميلة حنشوفها دلوقتي من قصل سلطين جايبين البرجة ولسا ببداية بناء شكرا شكرا أستاذ المخرج النصر الكبير شوف هنا جايبين البرجة هو بيبني وده الملعب وإزاي هنا أفراد الجيش وأفراد الشعب وأفراد البوليس وقفين بيحيوا اللعيبة يعني برج الجزيرة كان قيد الإنشاء وقتها بس بيطلح 58 في بدايته والنصر الكبير وفي سورة تانية هتيجي بعديها الكابتن الكبير رفعة الفناجيري كابتن نادل أهلي وبن دمياط البار هو اللي جاب الجن ضرب الجزاء وخلص المصر واحد سفر للنادي الأهلي أنا حبيت أجيب دي ستاة 8 شكرا دي ضربة الجزاء خل الجن راح لحتة وجيب حتة تانية على يمين وهو واحد سفر 1958 تمانية وخمسين. وحنجيب بعدها كمان حاجة مهمة جدا. ها? ودي بقى لما نجيب بنفيكة لما كسب النادي الاهلي ها? عايزين نقول ان الاهلي ما تهزمش. الاهلي كسب الماضي ده تلاتة اتنين. هو اللي فات. اه الجميل بقى في تلاتة وستين اه في اتنين وستين ان اه الفريق البرتغالي بنفيكة ده كان بطل اوروبا. اه. وجيب محتفي بطوط اوروبا. وغالب مين? كان غالب ريال مدريد في النهائي. اوكي. وكان ريال مدريد ساعتها هو الفرقة العظيمة. اه بتاخد اربعة خمسة وتلاتة واربعة في اوروبا. فهو غالب. هنا اه اشكرك. اه هنا شو بقى يميني هنا. كابتن صالح سليم وكابتن اه ها? رفعة الفناجيل وشيخ طاغة. اه? وهنا لقطة حلوة حية من المبارانة في الساها بنفيكة. ده 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 شريك فيجو نادر جدا. الله. احنا كسب ما تلاتة اتنين ساعتها. واللي جاب الاجوان بقى فيه حاجة جميلة برضو وكانش فيه تعصب زي دلوقتي. كان زي ما فيش تعصب. كان فيه اتنين ضيوف من اندية اخرى بيلعبهم مع النادر اهلي. كابتن محمد بدوى من المصري. والكابتن بدوى عبدالفتاح من الترسانة. اللي جاب الجون. والجنين التانيين جابهم الشيخ طاها. جاب جنين في المصر دوت. شوفي انا مرسوط جدا. حاجة جميلة جدا. اه. شوف هنا الفريق. ده سنة اتنين وستين. احنا بنتكلم من ستين سنة. بنفيكة بطل اوروبا. جاي محتفي. وجاي يعني جاي من اوروبا على مصر. بناشوة النصر. بناشوة. طبعا. واختار النادر اهلي بطل مصر ونلعب معه. ومصر جميل. ها? والعالم كله تفرج عليه. والاهلي يكسب تلاتة اتنين. وكان ساعتها مين? يعني احنا غربنا ساعتها بنفيكة وغربنا ريال مدريد. اه طبعا. بطبيعة الحال اه طبعا. كان ساعتها بقى نجمل عبكاري ازيبيو. ها? اللي راح كسر العالم تنتا ستسين بعد كده. فقدين مباراة جميلة والفجو ده. لو حتى حتى ريال مدريد نفسه يعني كان لنا قبل كده مواجهة مع ريال مدريد. ولنا قبل كده مواجهة مع البارشنونة. مواجهات. لها المدريد في سبعة وسبعين. ها? احنا كسبنا اتنين واحد. واللي جاي بكونين مين? الكابتن شيفة عبد المنعم والكابتن الخطيب. الله. اتنين واحد. وفي الفين وواحد اصول اه طبعا كان كابتن بركات. طريبا. او اه في الفين وواحد وفي ده غير ما مواجهة بركات التعريب الاخير ده. اتنين واحد. وفي مواجهة اتنين اتنين. وفي مواجهة ابا المونيك ابا المونيك كسب الاهلي اتنين واحد. يعني عبر تاريخ النادي الاهلي مفيش غربة من فكرة ان انت تواجه بطل اوروبا. طبعا اكيد الوضع بيختلف لما تكون المواجهة دي في اطار كاس العالم للاندية. طبعا. وبتكون اول مباراة رسمية للنادي ضد فريق البطل اوروبا. الكرة المصرية كلها اول نادي الاهلي. اه. اول فريق مصري يلعب امام فريق اوروبي في مسابقة رسمية. اه. كل اللقاءات كتودية. ما هو فيه الاهلي هو الوحيد اللي مش عرف مصر ويشترك في كواة العالم الاندية. ما فيش اي فرقة تانية مع كل احترام من الفرقة انها اشتركت في البطولة دي. اه. ما فيش اي بطولات رسمية جمعت بين بطل اوروبا وبطل اه اه افريقيا. اه. ولما جي بطل افريقيا في بطاطيا يكون احنا مش مش تتركين فيها. ما كانش في مصر. اه. فتا فرقة عظيمة. لكن هالمدريد يعني كان ساعتها دي احنا هنشوف كمان اه مونشتنجلات باق وعنشون فوكتس. يعني يعني نادر نقوله من غير ما نبالغ ان النادي الاهلي هو سفير يعني سفير مصر في البطولات الدولية وفي المباريات الدولية. انا في الامارات كان عامينا حاجة اسمها السعادة. عام السعادة. اه. فكنا بروح هناك سألتهم قالو ذا النادي الاهلي هو آه ان يعني بيدي السعادة عندكو في مصر. مصدر السعادة. عارفيني ان في مصر. طبعا. وعندنا في الامارات السعادة هنا. الاهلوية في الامارات. الاهل هو مصدر السعادة لكل محبين ومشجعين على مستوى العالم. لما روحنا قطر. لما اروح اي مكان في العالم. حسنا مشجعين لدي الاهل. الفانيلا والاحترام والزاد. لما جم. ده ده مطش الفين وواحد. مطش من انساوش وكان بقى جين زيدان. كنت جايب كم جورنان كده جايبين النتيجة. ها صندي لما جاب الجور. وكابتن حسام غالي وكابتن خالب بيب وضيع كلتين في العرض ده والفرادين. مطش جاب. كان مطش. ده كان احتفالية رهيبة. كان كان شايتها كابتن مانو البزيه. ها ناس في النادي الاهلي. وكان لسه العيبة احنا بقى ما طورناش وبتاعه. وكسب نقدر نكسب رأي المدريد. ولعيدنا مع برشولين هنا. يعني اخ يعني خسيدنا من برشولين اربعة. طب ما يجوا الناس بقى اصحاب النبرة الانهزامية يسمعوا الكلام اللي بتقوله. لان في ناس كتير الحقيقة هو طبعا باير ميونيخ كاسم وكتاريخ بطبيعة الحاجة تخض جدا مش هختلف على ده. طبعا طبعا. بس ساعات بتلاقي في وسط كل يعني في وسط الناس الكتيرة اللي اللي متفاقلة تلاقي واحد ترعلك في النص يقول لك يا ريوس. ده احنا ده هيبقى فيه سيرك منصوب في المقال ليه? انا عقليات. هو قلت وتعالى انت طب ما تيجي انت سيرك. تعالى امسك انت الحاب لقولك بس دخلنا السيرك. صحيح. فأنا ما نستمعش اهلي مؤسسة عظيمة. طبعا. بتبص بس لينجازاتها. ببص لعبتها. بص لينجازاتها. عشان كده بينجح. ام. اي فرع بتبص للاخرين ها? بتنجحش. لما بتهتمش من نفسها. صحيح. فالتاريخ بيقول اهو اهو. اهو. الاهلي فن الاهلي كهرة باير ميونيخ. اهو ده فعل حلو اهو. اهو. ده حلو. لا اهو. كنا ملاش كدير. اهو. الاهلي عظيم. الاهلي انشاء اللي يعني ماتش كبير. اه? وانا سعيد جدا. اهو الاهلي يفوز على باير الميونيخ اتنين واحد. اهو. انا عندي يمكن نزل على الفيس اهو ده الوحيد ينزل على الفيس كله بينزله موجود. اه. انا عندي اكتر من اتناشر اسم او اتناشر عنوان. عنوان. لباير الميونيخ. لجميع اللقاءات. عشان كده بقول لك اللقاءات الاهلي الحبية اه شوف ده ماتش بقى جميل جدا. اه. عرض تاريخي للاهلي اه امام ايه? ننشن جلاد باخ. اه. اتنين اتنين. هتجيب لك صورة هنا نادرة جدا من كابتن حسن حمدي. رئيس لهاد الاهلي سابقا. فارجو في صورة كابتن حسن حمدي مع كابتن فوكتس لو ممكن نجيبها بالالوان. ها? وهم في الملعب وبسلموا بعض اشارة الاهلي. ها? وشام نشن جلاد باخ. جاية في الطريق. حتيجي. ونرجع لجولندا تاني مهمة اوة اوة اوة. لان يخص الكابتن الخطيب. اوكي. مباراة مهمة. ارجو نرجع لجولندا ونرجع للصورة بتاعة الكابتن حسن حمدي. وهو في الملعب بالالوان كده. ومسكنها مع كابتن فوكتس. كابتن المانيا ساعتها. خب بالك. الالمان تلعب رغم. مكان. هم مكان. مكان الماني تاريخ عظيم. صحيح. صحيح. وصل وكسر عالم كتير. وبعد اخب بالك مين رئيس نادر بالمونيخ دلواتي. رومان يجي. اه طبعا. اه طبعا. هينزل رومان يجي. واللي ماسك لنادر اهلي جالد اهلي. كابتن الخطيب. كابتن فوكتس ده كابتن المانيا. كابتن يعني عنده منك يعني رمز ليهم. طبعا. ومعاني بقى الرمزنا طبعا الكابتن حسن حمدي. والحاكم الجميل كابتن حسين فهمي. دي صورة من الملعب بالالوان ساعت ماشي اتنين اتنين. احنا هنا بنقول الماضي ده مهم جدا. وشوف خد بقى لاحز. مباراة دي حبية. وكان الملعب مئة وعشرين الف. مباراة حبية. اه. الناس كان بديل مبسوطة. ها? يعني هما في اوروبا وفي جماهير واشتراق وناس بتحضر كتير. لكن يجو هنا هنا والجامير اكتر. ده ماضي حبي. ده الناس بتحب النادي الاهلي كده. المصري بحب النادي الاهلي كده. انه واجه المصر. النادي الاهلي واجه المصر. لأ وده اللي خلى كتير جدا من الفرق الاوروبية لما تحب تخوض مباريات والدية مع فريق قوي وند. طبعا. وخصم قوي. طبعا. النادي الاهلي على فوق. النادي الاهلي بطل افريقيا. ها? السنة دي وقبل كده كزا ما ننصل للنهائي وقبل النهائي وسبعة تمام مرات ناخد. احنا يملك كلمة على مين? رمز. النادي القرن. ده مطش بتاع اتنين اتنين. الكابتن اشف عبدالباقي. ما شاء الله. اه. اه. نين اتنين. مطش اه اه الجن الاول كابتن خطيف بيلعب اهو. اه الكابتن نحن عباها الجن اولاني بيهده. والجن التاني كابتن الانور السلامة. اللعبها بالدماء وتخرج في لعيب من الفريق اه الالماني وتخوش. دي مباراة جميلة من الملعب. شوف كابتن جمال عبدالعظيم اهو معك هورا. كابتن خطيف جاله قدام اهو. اه. فرقة جميلة وايه ده ايه كابتن مصطفى عبدو اه. ياه. ياه. لا وكل اسم من دول كان في عز مجده وقتها. ده الناس دي كلها اي جيل بيمسي النادي الاهلي في اي فترة زمنية حاطط على عاطقه جمهور العظيم. طبعا طبعا. لا والتاريخ اللي ما ينفعش يعني يحتوي على حاجة تانية غير انتصارات او اداء مشرف يرتقي. ويتناسب مع تاريخ النادي الاهلي وقمته. قبل كده سمعت حد بيقول ان ازاي جميلة اهل بتوضي بتوضي اللاعبت الاهلي وطولهم لازم تكسبه. ما فيش حاجة اسمها اخسارة. طبعا دي طبيعي. مين انسان بيحب يخسر. ها. في ناس في فرقة عندهم روح الانهزامية. احنا عنده روح الانتصار. عايزين على طول ننتصر عايزين نكسب. ازاي. يقول لك اه اصله بيحط يعني ما نخصفش. لا الناس بيطول المكسب لانما مش عارف ايه. بيحط جواهم الحتة لا مشكلة. احنا فريد تعودنا من زمان ان احنا على الانتصار. مين بيحب الهزيمة. مين بيحب الخسارة. صحيح. ها. كل الدول العالمية اللي وصلت عاطوتها بالمص القدام. احنا لازم يمص القدام والاحسن. وعايزين نشوف يا ريت فيه مباراة مهمة اه 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 كانت اخر سورة عرض للجورنان دي مباراة مهمة جدا. اه اه وليها قصة جميلة ليها حكاية للزريفة. اهاني مباراة. الاهلي والترسانة كانوا زمان ما يكسفينه. يقول لك الاهلي والترسانة يعملوا فرقة من بعضهم. اه. ويدحبوا فرقة اجنبية جاية مصر. وده حصل ما بين الاهلي والزبالك كمان. وده حصل كتير. اه اه ده انا كمان لعبنا مطشف حب مصر. اه. قبل ما يجي بعض الناس وبعض الافراد يعكروا الجو. اه. مش الجماهير. ممكن الجماهير دي مغموم على امرها. اه شكرا جدا. ده اتحاد نجح اتحاد الالي والترسانة بفوزية على قدسة. اه? تلاتة اهو. ميلي جاب لي جوان? كان ساعتها الكابتن الشازلي. طبعا كبير هداف الترسانة كبير هداف مصر. اه? يعني ونجم منتخب وحاجة عظيمة. جاب الجن اولاني. نزل الكابتن ناشي جميل كده سمو كابتن حمود الخطيف. اه? اه? جنين الانتصار. جاب الجون التاني. وجاب الجون التالت. والاهلي والترسانة كسب فريد اودسة. فلنا دي كان بازت روسيا. مجيق مصر. مم. وكسدنا روسيا وممكن ساعتها بقى الروس والمصر. اه طبعا. حد سوفيتتي. اتحاد السوفيتتي. اتحاد الشديك. طبعا. والاشتراكية والحاجات اللي كانت طلعها في الجهيد مقدر دي. طبعا. وكان ساعتها الاهلي كسب تلاتة اتنين. مبارا جميل. مين حطيب ده? مين? رمزي. الكابتل اه الشازلي جاب جون طبعا. طبيعي جيبه جون. لكن الناشط زهية ناشط ده في الف 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 اه تنين وسبعين. فاقول الاشتراك لنادي الخطيب زهية. جنين. ويقلب المباراة. فانا حايز اقول ان المباراة جاية. ان شاء الله بكرة مع بار البونيخ هتيبقى مباراة سعيدة. يا مساهد. وعايز اهلوية يتفرجوا. ومصر تتفرج باريحية. اه. ان شاء الله ان شاء الله هنكسب. مش بعيدة ربنا. هو بص هو بالنسبة للفريق. يعني فيما يتعلق باللعبين. اللعبين عندهم مدير فني وعندهم مدرب عام وعندهم فرق كاملة مساعدة. بتبث فيهم الروح وما الى زلك. لكن المشكلة بقى عندنا احنا كجماهية. يعني زي ما كنت بقولك من شوية في بعض الاحيان ممكن تسمع اصوات الهزامية. يعني اكترهم تفاؤلا يقولك يعلق على جملة من عائرة ان شاء الله نستمتع بالمباراة وكأننا هنستمتع بالهزيمة. ده ده يعني وازع دينا جالب. نحنا نحن مباراة قوية. ونستمتع. نستمتع قبل قص النتيجة. العيد براجع على نفس وبينزل يقدي. ويلعب. وعامل وبيلعب باسم مصر قبل ما بيلعب بالناس من نادي الاهلي. وبيلعب باسم نادي مصر. طبعا. والنادي الاهلي هو وجهة مصر دلوقتي. على مدار خمسين سنة ومس سنة نادي القرن. ها? في افريقيا. النادي اللي كل اوروبا بتحترمه. النادي اللي كل الدول العربية بتقيمه بتقول تعالى عندنا ولقاءات كبيرة في الدولة العربية. يا ما الاهلي راح دول عربية وشرف من الكرة المصرية ويحتفوا به. النادي الاهلي هو وجهة الكرة المصرية. فلازم اللعيبة تحط في دماغها انها قبل ما تفكر في الناس تستمتعي حتقدر مبارا احنا عايزينا. بالنسبة بقى للجماهير عندنا واما كانت هنا وناس برا النادي الاهلي. ده شيء طبيعي. قال له. ده احنا ما بكون ده خليل بكس فاكهة في البيت عادي. قال له ده جايب طفاح. ايش حال بقى النادي الاهلي اللي عالم كله بيتكلم. ها? احنا بلعب في دول رمضانين. احنا بنلعب في كاس العالم الاندية. فالاهلي بدي. راهيم انت فيه ما بين الجمل يا رسول محمد دايما. لا لا بتكلم في الاسول والتريح. احنا نيه متكلم? نيه متكلم بالتريح. عمرنا انا ما اضافش او في الاعدة دي او عادة الاعدة دي. وبتكلم اه من بقل كده كلام مورس. لا التريح. بس هو في وطع زي اللي احنا فيه مش العادي والمفروض. تكون مصر بالكامل في ظهر النادي الاهلي بغض النظر عن الانتماءات. واحنا شايفين غير كده. احنا شايفين غير كده. ده زي. ها? المية هي والنير جنبنا هوا. ايه اللي فروس? اللي ظاهر. لكن الاساس من تحت جميل وحلو. وطبيع. نرجع ونقول السوشيال ميديا برضو. ساعات دي بقى لها انعكاسات سلبية جدا بدل ما بتوحد ساعات بتفرق. اكيد. بس احنا برضو نقول احنا لو قعدنا نستمع نستمع مش الناس. يبقى القائل ما كارش وصل افريقيا. ما كارش خد افريقيا. خد تخد دول. خد تخد كيس. ما كارش عمل مية سنة انجازات. ما كارش خد نادي القرن. صحيح. لو قعد استمع من مية سنة لكل الناس اللي حاولوا يوقعوه. اي انسان ناجح. في اي مجال. ها? البعيد والقريب. حتى قرب ما ليه حاولي. وممكن يبقى في جنبه ولا نحن نشجعك هو بيحكد عليه. ها? وممكن بيحكد عليهم ومبعيد عنه. طبعا. فلازم نقول ان احنا نبعد عن ده. احنا نركز عندنا هدف. هدف الساعات جمالير مصر. قبل جميل النادي الاهلي. جميل مصر وجميل النادي الاهلي. وجميل العرب. كل العرب يتفرج عليهم. صحيح. بيحترمنا. اداء مشرف. احترام. ادب. كيادة مشرفة. ازاي في عيد الميلاد كابتل محمد شريفة متفرج عليها. ازاي الحب والاحترام. صحيح. نشوف بقى ده بيدي له ايه ده بيعمل له ايه ده بيتحك في وشه. ده بيعمل كده. نشوف التفاحة ايه العب فيه? ده احمر الخدين. يا نهر ابيا. فيه تفاح احمر الخدين. انا عايزينه مخضر. ده حتى ما يصح. عايزينه مصفر. عايزينه اصفراوي. عايزينه احمر. اخضراوي. طب انا عايز اتسأل حداك طبعا انت عندك انا عارف ان انت عندك كمان يعني في المكاتب عندك اللي خاصة بيك وفي البيت عندك كنوز اه ارشيفية من الجرائد المصرية والعربية وكتير اول من المنشتات اللي بتتكلم عن قوة وفاريخ وامجاد النادي الاهلي. دي في الاول وفي الاخر يا صحف عربية. جات لحداك قبل كده فرصة اللي طلع على صحف اجنبية وقارية المنشتات بتاعتهم اللي بتتكلم عن النادي الاهلي. وخصوصا في المراحل الزمنية دي اللي احنا بنشوف انها لقطات حية كده من بعض المباريات. الزمن الجميل ده. وشلط من بسط والجرائد الانجليزية زمان. انا عندي بجمع كده في الجرائد والمجلات والكتوة الصوفة تغرفية. عندي حوالي ميس سنة جرائد انجليز وفرنسية وكان بتصدر في مصر. حتى كان فيه مجال اسمها ايماج بالفرنسية وبتصدر في مصر. كان زمان فيه نوع جاليات كثيرة في مصر زي ما اتكلمنا قبل كبه. وان كل جالية ليها وضعوا ليها مجموعة بيجمعها. ففي الجرائد الزماني تشوف بقى تغطية غريبة تستغرب. ان الانجليز وفرنسية كانت بيعنوا تغطية اكتر من تغطية الجرائد المصرية. ازاي كان بلزوموا صورة الخاصية وصور على الاحدى الصور ازاي تشوف ازاي بيجيبوا النادي الاهلي. ها? وبالحب مع الفرقة. فرقة جاءة من فرنسا. اه. من انجلترا. اه. طبعا كتير. من المانيا. ها? يجوا لعابوا مصر. الجرائد الاجنبية والمراسلين الاجنبين في مصر كانوا يعملوا اكبر تغطية للمباراة دي. اه. لانها كان بتوصل لبلدهم والهنة. طبعا. شوف الشيء الجميل. اه. والتصوير غير عادي. وازاي بيعملوا بيفرضوا صفحة كاملة عن المطش. احنا كل ممكن نجيب حتة صغيرة كده. مربع صغير. الاهلي يكسب. اه دير بكوينتي. ها? الاهلي يكسب. اه باية مونيخ. الاهلي يكسب حاجات صغيرة. لكن ده زمان مجلات. فرنساوي. اماج. ماتش. اه. جراد واشنطن بست. اه جراد الانجليزية كاملة. كم بتنزي في مصر من بداية. احنا عايزين بقى نستأذنك طالما كده. انا ما كنتش عارف كمان ان عندك الجانب ده من المضوعات الاجنبية كمان. فياريت بقى ان شاء الله في مرة برضو من المرات اللي هداك تيجي تنورنا فيها في عشر الصبح في الاهلي. نستعرض معاك بقى صحف العالم كيف رأت النادي الاهلي في ازمنا مختلفة. انا للأسف الشديد انت عارف احنا بكون محكمين بفترة زمنية معاينة في وقتنا في الفقرة دي بيوشك على الانتهاء. يا دوبال هاشكرك شكرا جزيلا كالعادة. يعني بتمتعنا بوجودك معنا وبمعلوماتك الوفيرة. ونرجع نلسقي بك على خير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا حيوفقنا. يا رب. وحيكبر بخاطرنا. يا رب. وتحت اي وضع احنا فخورين بالنادي الاهلي العظيم. بطبيعة الرحال. طيب بعد الدعوتين الحلوين دول من السيد محمد صادق. مدير الارشيف العربي اللي بنشكره شكرا جزيلا على وجوده معنا هنطلع فاصل. ونرجع نكمل مع حضراتكم اخر فقرة من فقراتنا الحوارية. فعاش صف بالاهلي.